المجلس البلدي الإخوة المسلمون حماس الجهاد الإسلامي هم اللي يعملون جهود ديالهم باش يهرسوا هذيك المفاوضات باش متأدي لحتش حاجة المقاومة كذلك زعموا بأنهم غير يعملوا المقاومة باش يحروا فلسطين لم يحرروا فلسطين بل بالعكس أصبحوا أدوات مستعملة في يد قطر وفي يد أنظمة أخرى عشائرية في النهاية طلعوا في انتخابات لا في مصر ولا في تونس ولا في المغرب ما عملوش أي شيء لصالح هذه الشعوب فشلوا في كل القطاعات فشلوا في الاقتصاد فشلوا في السياسة فشلوا في إصلاح الإدارة فشلوا في محاربة الرشوة والفساد بل انخرطوا فيهما ففي النهاية ماذا يبقى؟ تبقى الإيديولوجيا أننا نعربوا أسماء الأماكن في المغرب نعربوا أقادير ونعملوا فيها أسماء فلسطينية يعني هذا عمل صغير جدا تقوم بعقول صغيرة وحسابتها صغيرة أقادير بحاجة لتنمية حقيقية حتى يعني الإنجازات الإيجابية اللي عملها العمدة السابق يتم محوها الآن من طرف البيجيديين حتى الأشجار اقتلعت حتى المساحة الخضراء لم تحترم أقادير تحتضر الآن تنمويا ما بقى لها إلا الأسماء الفلسطينية يعني أنا في اعتقادي أن هذه من علامات الإفلاس والفشل دي الوحدة الإيديولوجيا ولهذا احنا كان طالب الدولة بأن تتدخل للحيلولة دون هذا العمل هذا من غير يعني ليس موضوع اعتراض أنه تسمي واحد الشارع باسم من فلسطين أو تسمي قاعة باسم شخصيا من فلسطين ما عندناش مشكل ولكن باش تاخد 44 أو 48 اسم دفعة واحدة باش تسميها هذه عملية إيديولوجية يعني لا قيمة لها بالنسبة للبلد نوم غير تعطينا حتى حاجة ما تعطي القضية الفلسطينية أيضا أي شيء ولهذا نطالب بتوقف هذه العملية واحترام يعني الأجادير في هويتها وتقفتها ولكن هناك أسماء ستضاف ينبغي تسمية الشوارع والأزقة بأسماء المقاومين الذين ماتوا من أجل الأرض وتسمية الأزقة والدروب والأحياء والقاعات بأسماء الفنانين والكتاب لهما أبناء المدينة ما أكثرهم عموري مبارك يالله توفيه هو من كبار الفنانين خصوا شارع في أجادير وليس اسم فلسطيني مبارك أيسار توفيه أيضا وهو مدرسة في فن الروايس لا توجد حتى زقاق صغير باسمه هذا هو اللي بغينا بغينا أن المدينة تحتفي بأبنائها وبرموزها قبل ما تخرجوا ما تنساوش تأبوناه فلاشين في براير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر